على الرغم من الضغوطات التي كانت تمارس على المغتربين العلمان في أمريكا وبريطانيا ودول أخرى بالعودة عادوا وأزاحوا النازية من خلال تجمعات سياسية خلقوها الحزب الاشتراكي باليابان عاد إلى اليابان وعمل منافسة ديمقراطية لبنان رفيق الحريري شلون أعاد لبنان بعد انتهاء السراع كنا نتأمل منكم أن تلعبوا هذا الدور لماذا لحد الآن أنتم لم تلعبوا هذا الدور؟ نحن في 2016 على سبيل المثال في صعوبة تشكيل حكومة سيد العبادي في وقتها طرحنا مع الدول الإقليمية والدول الصديقة فكرة أن نشكل حكومة تكنقراط من متطوعين بدون رواتب ولا مخصصات ولا شيء أخصائيين نجي لمدة سنتين نضع العراق على السكة الحقيقية السكة الصحيحة في إعادة الإعمار في برامج الإعمار في التصحيح الاقتصادي تصحيح السياسي والاجتماعي تصحيح العملية السياسية بقانون انتخابات جديدة هذا في 2016 وموجود موثق إلا أنه رفضت بشكل هائل من الكتب السياسي أولا وثانيا حتى الأمريكان رفضوها والبريطانيين كيف عللوا بالرفض؟ أنه أكو نظام ديمقراطي ادخلوا بالانتخابات الديمقراطية وذا فستوا سووا هذا الشيء لكن هذا مو حقيقي احنا شفنا الانتخابات في 2018 أين الديمقراطية اللي بيها؟ 18% فقط من الشعب العراقي اللي طلعوا أو ادعوا أنهم طلعوا وطلعوا بنتائج مخزية لكل العالم تحدث عنها ما بقد دولة بالعالم ما قالت هذه الانتخابات مزورة ورغم 18% وهم مزورة يعني 80% من الشعب العراقي رافض أنه يشارك معناته رافض للعمل السياسية بشكل هالحالي ويتمنى التغيير ويتمنى الطموح ما احنا نغير؟ احنا لا عندنا جيش لا مليش لا عندنا عقول وعندنا رؤوس أموال وعندنا علاقات دولية في هذه الحكومة وفي خضم الأسابيع الماضية وقبل مقتل السيد سلماني والسيد المهندس أيضا طرحنا هذا الطرح مرة أخرى أنه احنا الـ 23-24 شخصية خصائية متخصص كل من في مجاله احنا نتطوع لمدة سنة نجري انتخابات نغير قانون الانتخابات نضع العراق على أسس طبعا سنة لا تكفي أن تصحق اقتصاد خربان صار لخمسين سنة يعني هي مو بس الـ 17 سنة السنوات اللي قبلها اقتصادنا دخل في مآزق كثيرة لكنه نضع خطة ونسلمها إلى الحكومة القادمة المنتخبة من الشعب أنه تمشي على هذه الأسس الصحيحة احنا نعتبر نفسنا مثل الأطباء الأخصائيين عندك عملية مريض أنا أحتاج وياي طبيب التخدير أطباء الباطنية والقلب والممرضات المعدات اللي أحتاجها لإجراء هذه العملية الجراحية الخطرة بعدها نسلم هذا الموضوع إلى الأطباء الآخرين اللي يستمرون بالعلاج لكنه أيضا هذه دخلت في محاصصة ودخلت في أحزاب ودخلت وما رح تمشي أنا في قناعتي إذا النظام السياسي مستمر وهو مستمر في العقلية الحالية بالحكومة أنه أنا الأكراد لازم عندهم عشر وزارات السنة لازم ست وزارات من مبدأ أنه التوافق للمكونات هذا ما رح يمشي عمره ما رح يمشي ولا رح يشتغل وجربناه 17 سنة من الفشل الذريع إذن اللي يفشل 17 سنة شي سوي